موسيقى ألا معكم مشاهدينا وينما كنتم عم بتتابعونا بحلقة جديدة من ما أطيب الرابط تحت عنوان مواجهة الزلاث لقد اعتدنا في الحياة اليومية النظر إلى أنفسنا نظرة قاسية غير قادرين على تحملها مدة طويلة أو على الانفراد بها وهكذا نمضي حياتنا هاربين نقوم بأي شيء ما عدا مواجهة حقيقة أنفسنا إذ تشكل الرحلة إلى داخلنا أصعب المهمات وأطولها في رحلة البحث عن هذه النفس مطلوبة المواجهة مواجهة كل ما شوها هذه النفس ونحن كثيرا ما نقاوم دعوة الدخول إلى العمق إلى الصميم لأنه فعلا مكان مزعج خوفا من جراح جديدة يسببها لنا الشر المتربس فنلف جراح قلوبنا بضماضات العقل ندفن مشاعرنا الأليمة ظنين أنها قد ماتت غافلين عن أننا عصارة هذه المشاعر وما سلوكنا إلا نتيجة تفاعلها في داخلنا فنكذب ونخون ونجرح ونكره فلندرك جميعا أن الألم يحتاج إلى النور ولا شيء يشفى في الظلم ومتى عدنا إلى أنفسنا وغصنا في أعماقنا نعود أيضا إلى الله إذ هو الذي يقربنا إليه بسرعة ويتركن أحرارا من القلق والأفكار المرة والأحزان الثقيلة ولنقفلنا البحث عن هويتنا من خلال عيون الآخرين ولنتعمق أكثر في أعماقنا لنصل إلى الله الذي يحبنا فإذا سمحنا له بأن يقربنا منه ويعمل فينا ستكون التأثيرات فينا وفي الآخرين شافية وهكذا نبدأ السيرة على طريق الكمال أبونا مروان الله معك الله معك كيفك؟ بير مروان نحن كان حلقتنا الأسبوع الماضي عن هوس الكمال واليوم موضوعنا مواجهة الذات ونحن حلقتنا السابقة ما قدرنا كثير من الموضوع حقه على أمل اليوم نقدر نحكي بالموضوعين سوا فمنبلش أبونا بموضوع الكمال بيقول الرب متى 5 الآية 48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل يعني نحن مدعوين للكمال كيف فينا نكون كاملين وأم تصير هالدعوة هواس ومرض؟ دعوة الكمال موجودة هي رغبة موجودة بأعماء النفس كل إنسان دائما عندما يخلق يطمح بذيته أن يسعى إلى الأحسن أن يسعى إلى العلو إلى فوق هذه دعوة من الله زراعة فينا هذا المنسمين نحن الطموح الإنسان إذا بيبطل يكون بمطرح طامح ما عاد طبيعي يعني ما عاد عنده رغبة بالتقدم بالحياة دائما الإنسان بيقرح حاله أنه سائر نحو العلو وتشوفي شو بيتعب تحتى لي حق ندف التقدم بحياته حلق التقدم تختلف أوجهه فينا نتقدم مالياً ونكبر وفينا نتقدم بمركز فينا نتقدم بالشغل فينا نتقدم بالدرس وفينا نتقدم بالعلاقة مع الله هاو كلهم سعي نحو الأحسن الكمال بيكون أني عم بيحكي كمؤمن أني حق إرادة الله على أتم وجه على أحسن ما يمكن تقرب صورة الله الموجودة بالإنجيل إلى حد ما تقرب أعمالي لإله تقرب حياتي أو نوعية محبتي إلى نوعية محبته هذا ما يسمى بالكمال هلأ فيه الكمال على المستوى الأرضي أن يوصل إنساني حق كل ما يرغب لإله بس إذا اكتفى بهيدا النوع من الكمال رح يوصل من بعده إلى فراغ لا لأن نفس الإنسان نفس غير محدودة وصلت إلى كمال محدود حققت سروة ما عدت عايشي افتكرت أنه بهاي ساعاتي أنا بطلع بطلع وبوصل إلى السروة بس بوصل إلى مطرح بحس حالي زهان بحس بفراغ مع أنه قدرت حقق طموح كامل بالحياة بس عم بحكي عن مستوى أرضي مشان هيك بيقول مر أغسطينوس يا رب قلبنا يبقى قلق حتى يرتاح فيك يعني الكمال البريح هو لما بقدر أوصل أن يحقق رغبة الله فيه الكيرسي وين بسعي إلى الكمال ممكن عقلي يتبرمج على أفكار خاطئة عن الله وافتكر أنه الله اللي بيرضيه أو اللي بقدر حقق الكمال فيه أني أعمل أعمال مرضية لإله وقوصل هون من وراء هالبرمج الخاطئة عن إله حسوا بمطرح أنه مثل كأنه خلق لي برنامج عمال وبدوا يحسبني إدي حققت منه هاي برمجة خاطئة عن الله وتقليع غلط إذا اللعت بهالمنطق أنه الله هو كمية أعمال محضر لي إياها وبدي شوف تماما كأنه برنامج مدرسي بيعطيني كذا كتاب مطلوب مني إدرسهم وبكرة بالفحص بقرر الفحص إذا هاو دلكتوب بدرسته مظبوط أو لا إذا اشتغلت مظبوط أو لا ببني العلاقة مع الله بمنهج مدرسي وبوصل على مطرح بحس كتابه لأله موجود فيه أعمال مطلوبة من المسيحي بس إذا بدي أحصر عليقتي مع الله فقط أنه أعمال بدي تمم له إياها طي الله يرضي علي الأعمال الطالبة مني قال الله بالإنجيل منى مستوى بشري بوصل على مطرح بقارن أعماله لطالبة مني بإيرادة الشوفية التمم بوصل على مطرح بصير منهك روحيا تعبال لدرجة بحس قدام أنا موجود قدام إليه ما ممكن أرضيه ما ممكن نقدر حقق الطالبة مني وهون ببلش أقع بالتعب الروحي والتعب الروحي بيقودني إلى هوس الكمال بصير عندي رغبة أنه أنا فعلا قررت ووعدت لأ الله أني بدي أرضيه وأعمل هاك وبتطلع بيوقع الحياة بشوف من اللي قلتهم وعدت فيهم رب بش محقق منه واحد بالمية نعم وببلش هون التعب روحيا والتعب الروحي ببلش يعمل لي أزمات نفسية أزمات روحية أفكار ليهوتية غلط صورة عن الله إليه دايما إلينا نحنا فاتح إيديه برزق عناية فيي وعم بلومني كان فيك تصلي أكتر كان فيك تكون هون أحسن كان فيك هون تسكت ما تحكيه كان فيك هون أنه تعمل إيماتي ما عملتها يا عيبي شوم عليك أنت لو عدتني أنك تصوم ما صمت سي 11 كنت فارد صومك تشوفه إليه دايما لا يرضى عني ولا يمكن إرضاؤه وبصير عايش بأزمة كبيرة أنا وياه وبفقد معنا الفرح نعم بفقد معنا السلام مع الله وبصير عايش كيف عايش الإبن الأكبر بمثلة الإبن الشاطير شو قال له قال له كم لي من الوقت معك لم تزبح لي جديا فيش نهار فيش نهار مبسط أنا وياك ما في نهار رضيت علي حسيتك راضي علي ما في نهار مبسط أو عشت بفرح بالعليقة معك بتشوفيه إنسان عم يحكي عايش مع الله لكن مش مبسوط من الله ومش مبسوط مع الله يعني هذا هوس الكمال يعني كأن دياني مبنية أنا مخطيت ومعملت مثله الإبن الز الأصغر وكذا بس ولنهار شفتك راضي علي ولنهار شفتك مبسوط بوجودي معك يعني فينا نستندج إنه هو إنسان دايما عم بيفتش عن رضى الله وعن رضى الآخرين يعني تقول بده رضى حدا بده رضى حدا وبزيت الوقت حاصر علقته مع الله أعمال بدي تممه وشريعة لازم نفذها مش لازم غلط معه وبشوف أوقات بنفذ الشريعة وبشوف الله دايما بيقلي لا لا بعدك مؤثر بعد ما وصلت مع النا اللي يطالبوا منك بدك تعمل أحسن وبدك تعمل أحسن هاي ممكن يكون جايبة من وراء أهل عشت معهم ولنهار شجعوني على الحياة دايما شو ما أعمل مثلا جيب له لبي إنه اليوم أنا الكارني جايب لك جايب 10.5 مثلا أو جايب لعقلك معدل 11 11 إنه إنه كان فيك تجيب 13 كان فيك تجيب 14 إنه لو تدرس أحسن لو تسمع مني ما بيفرح معي بالعليم اللي جبتها يلي أنا بالنسبة إلي عملت مجهود توصلها الأهل يلي دايما بجيب لهم الإجابة وبنطر منهم كلمة تشجيع ما بشوف منهم إلا دايما السلبي 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 حتى لو جاب لهم العشرين على عشرين بليقولوا شي يلي ما ممكن تجيبها العشرين بجيبت التسعتاشة لي حدا كان فيك تجيب العشرين ولنهار بلاقي هالكلمة اللي بتشجع بطلع من بيت تربيت فيه مع أهل ما بيرضوا وما ممكن إرضاؤن بوصل على مطرح بنفذ هالأهل اللي ما بقدر إرضاهن بنفذوا على الله وببلش عيش معه إليه ما بيرضى وشو ما عملت بصير تعبين وهذا التعب بيقودني إلى أزمة نفسية وبيقودني إلى أزمة صلاة بصير صلي هكالمرة كنا عم نقدس مع بيرفريب هالإنسان يلي عندي فرض بدي كفيه وإذا ما كفيته الله يفكس لي النظر أنا هو وعدني أنه بده يعمل لي هاو لأنه بده أعمله هالنظر وهالنظر اليوم ما صليتها المصبحة وما صليتها البيت من المصبحة وبصير مش عارف كيف خبرها خبرية مهدومة بنافلي على التليق على بيواصل نهار التنام بس معبرة كتير بصير عندي مسحة بدي كفية وعندي وش بيت الاجتماعية عندي برنامج بدي أحضره بصير بحضر البرنامج وبس توصل ووقت الدعية بطلع بيت أو بيتان من المصبحة تما ينكسر علي وقت وبرجع بكفي البرنامج على الدعية التانية بكفي بيت بيتان من المصبحة التانية بوصل على مطرح أنه قلت المصبحة رضيتك معناتها أنا وإياك النظر بعده مكفة وإنت بتعطيني لأن أنا عطيتك يعني بربط العلاقة مع الله علاقة متبادل تجاري أو إليه بدي أعمله كمية أعمال طي يعطيني مقابلة اللي أنا عايزهم بالحياة وبشوف أوقات الله بعطيه الكمية لطلبة وبتطلع فيه وبنفسي فيه صوت عم بيصرخ أنه الله مش راضي بعد فيك تعمل أحسن لا هذا الصوت من أين جايبه جايبه من بيت عشت فيه مع أهل ما روديو شو ما عملت دايما مؤنب دايما معنف دايما كلام سلبي بيسمع منهم اليوم فيه طريقة نتعاطف فيها مع أولادنا مثلا شفت ولد عم بالبيت عم بيكسر عم عم يعمل شي غلط برافو ماما أنه اليوم ما رح تعملون هاول مش أنه صفتك نعتك عملتهم لكن كيف أنا قدام غلط عم يعملوا ابني بس كيف عم بحكي هالغلط أو كيف عم عالج هالغلط فيه عالجه بالعنف بالكلام القاسي مش طالع من أمرك شي أنت إنسان مرد أنت إنسان ميجوي وفيه يقل له يا أمي ياي شو مبسوطة منك أنه هذا العمل لأنه اليوم وعدتني أنك ما تعملوا ياي شو هالفرحة رح قوص الله أنا وياك لكن هالكلمات الإيجابية الدائب بتعطي تشجيع للنفس ودائش بحس الشخص أنه قدام إنسان قابله باللي وصل له أو هالشخص يلي دائما أنا معنف تجاهه لأنه أنا دائما دائما مؤثر معه نعم برق دي بيعيش كمان شعور اللي تلقيمة يعني نرجع ل مشكلة اللي تلقيمة الزيت هادي حوس الكمال مربوط كتير بتقليل إيمتزات نعم كيف أصلا لما ما بيسمع هالولد كلمة تشجيعية من أهله لوحده رح يشوف أنه أنا إنسان ما قادر أرضي حدا لوحدها هون نفسه راحت على تقليل إيمتزات أنه أنا إنسان شو ما عملت ما رح أوصل أني أرضي الناس نعم وهذا بينطبق انتبهي نعيش مع شخص مقلل من إيمتزاته لأن عيش بمطرح ما حدا عطاه حب الطموح ما حدا شجعه أنه نروح لقدام دايما كان محطم بكلمات عم يسمعها بكلمات مئزية بأهل ما فهموه هالنفس الرئيقة الحساسة بيعكس على زيته خلاص بيقنع حاله أنه أنا بيش طالع من إيمت شي بيش طالع من أمر شي هيدا هون تقليل إيمتزاته وهذا إنسان شو صعبة تقدر ترجع تشيريه وتحطيه برحاب الحياة تحطيه له إجراء روح تفوش لقدام حيشك بقى عيش ومقوقع على حيلك لأن تقليل إيمتزات بعيشك بقلب تقليل إيمتزات لكي شو هو بيصفه أحد الشعرة بيخبر عن قصة صارت بالهند زلمة كانوا دايما بالهند ينزلوا بسوق الأحد يبيعوا كل واحد المنتجات اللي عنده في زلمة حاطت على عربية يمامات حمام أبيض مربطلون إجراءهم بحجار متقلتها تحتالي هالحمامة تقدر تطير بمستوى الخيط ومجاله اللي عطيها وهالحمامات بتشوف فيهم بطيروا هيك وبيبرموا بقلب العربية اللي عم بيبيعهم عليها وبيبرموا فيها لأني بيعرفوا هالحمامات إنه هذه الحجرة إذا شدت فيها أكتر ما رح تخليني قطلت تجاه هالبرمي بتلاقي حمام عم يبرموا بطير بقلب دويرة في كاهن مؤمن إنه بحق الحيوانات والحرية لإله لازم إنه الحيوان يكون حر وطليق بتجوش لازم يقسروا كرمال أرضي زيتي أو أرضي هكي قمصت بصوته من عبو كرم بيقوم بيعرض على صاحب الحمامات بيقلوا مستعد أشتريهم كلهم بسط هاي داكي قالوا عال بس وما بدي حط لك ياهن قال لا لا ما تخاف ده حقهم ده فعله حقهم وبس خلص قالوا هلأ بطلب منك قطشهم كل الخيطان وعطيهم الحرية قالوا يا عمي دافع حقهم أو دي لقلك تخذهم كذا قالوا بتعمل وبتنفذ اللي بدك إيه اللي عم قللك إيه قام الزلمي دافع حقهم ما قلوا معهم صار يقطشهم الخيطان ويحررهم من هالتقل اللي كان حططلهم يه تفاجأ الزلمي اللي اشتريهم طاروا الحمامات على مطرح هاكي بيش بعيد كتير عنه وأخدوا يبرموا هوني ما طاروا ما راحوا لا بعدهم ما صدقوا إنه أنا أخدت حريتي افتكروا بعدها الخيط مربوط فيي وصار يعلك يعلك واتطير هالحمامة ما بدها عم اططير وطبرم احولي الإنسان ممكن يوصل الدمار النفسي ما صدق إنه أنا في إله بيحبني وفي إله دفع حقي وحررني وخلصني وصير عايش بدوامة هالكلمات اللي وردتها من بيتي يلي هي كلمات مدمرة عايش بدوامة هالتربية اللي ربيتها بالبيت يلي كان دايما أهلي ما في شي كان نرجع على يرضيهم أو يريحهم كمان المقارنة قد بيقع الأهل بهالفخ مقارنة الولد معه آخر يعني كمان تزرع فيها ساعة اللي بيفضلوا ولد على ولد ولد بيعطوه كل حب واهتمام وتشجيع ولدتاني دايما لاش لأنه هذا الولد يمكن أعقل من خيه أو أنجح من خيه بياخد كل التشجيع والحب والاهتمام لإله واللي شوية مقصر دايما من سمعه الكلمات قايمة بدأ كثير مثل خيك وشوف خيك وشوف خيك كيف هو ناجح وشوف فلان بالمجتمع كيف هو ما من يعني ما مننزل على مستوى هالنفس لاي ما عم تتقدم ونفهم للمشاعر الموجودة فيها ونفهم هالخيط المربوط فيها اللي بيش عم بيخليها يمكن هو بالأساس أنجح من خيه بس في أسباب وصلته أنه يكون فاشل بدرسه أو فاشل بالمجتمع أو مع أصحابه أو بمطرح ورش ما منقدر نفهم الأسباب لاي كلماته قاسية لاي بيكسر بالبيت لأن ما فهمني منزيد الضمار على أنه نقارن بغيره وبيصير يحس أنه أنا ما بيقدر كون مثل خيه وأنا ما بيستحق كون مثل خيه وأكتر من هك بروح الضمار أني ما بيستحق أخذ المكافأة طبع خيه لأن ما قدرت حققت النتيجة حققت أخيه بالبيت وبصير عايش أنا إنسان خلص محكوم علي إبقى بهالموقع ما فيه روح لقدم وبصير عايش إنسان خلص مات الطموح عندي هون ما بقى عندي رغبة روح لقدم لا لأن جربت وما قدرت تكون ناجح مثل خيه بالمدرسة بالدرس بالحياة بالصدقات بإرضاء أهلي وبصير بكون لإلي الكوخ يلي بتقعد فيه بعدين بالمستقبل وهيدا الكوخ خدلك بقى بتصير أزمة نفسية بيقول عنا عالم النفس مثل شللات نيجرة لمجمة ويا ويلي إذا ده بجليد شو هدرة الماء اللي بدأت تطلع شللات نيجرة المجمة بصير كله كبت 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 عن ضبه بنفسه وربك عليم بعدين كي بيجوا بالمجتمع من الأزمة نفسية بيجوا بكريزة جنون بكريزة تعصيب بكريزة كلام كتير قاسي أو بيجوا بمطرح بالمجتمع بالعشر الرديقة يلي بدأت تنتقم من كل شيء اسمه شرائع بالمجتمع بدعة الهيبية اليوم يلي طلعت شو هي هي ثورة على كل شيء اسمه تقليد لا لأن بمطرح الولد ربي مربط بتقليد أو بباية تقليدي لدرجة حس التقليد شيء كتير بيكبل شيء كتير بيربط ما فرجوا إنه عملوا القيم عملوا تقليد وما فسروا له ليش جميلة للقيم فسروا له إنه عرابتك لازم ومش لازم إنك تغلت تجاهها القيم حس كأنه القيم بمطرح مكبلت له الرغبات اللي فيه بدون ما نفسر له إنه الرغبات كيف لازم نوجها وخدلك بقى كبت 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 يعني شللت نيجر وجمت إياه وبلحظة باب جليل وانفجرت تفجرت بس أنت بس تخيل لكمية الماء أو الكريزة اللي بدأت تطلع منه له وكتير بعيش يمكن هيدا المهووس بالكمال إنه هوس إذا عمل شي شغل يعتبرها خطيئة حيث هي مش خطيئة مثلا إذا بحق إذا فينا نغضب حكينا عن الغضب الأسبوع الماضي إنه بيعتبر يمكن أن الغضب من المشاعر هي خطيئة إنه نغضب بوقت إنه الرب يسوع غضب لأجل البر وحكينا عنه لعنده هواس الكلين وتقليل التزيد بيصير عنده بيصير يجرب يكبت مشاعر نعم شو هي المصيبة وين بتصير بيصير عند الطبيعة الأديمة يلي فيها الغضب فيها الشهوة فيها حب الزيت فيها الكبريا هوا كلهم موجودين بالطبيعة الأديمة وبيجي أنا بدي روح على هالطبيعة الجديدة يلي أنا اكتشفت بيسوع التواضع وكبت الشهوة أو تحويل الشهوة إلى حب والوديعة والعطف والغفران والروائق الصبر مش لازم أغضى مش لازم أحمى تصير عندي أعمال بدي أعمالها ليا يسوع وبعد الطبيعة الأديمة ما خلصت منها يعني شفيت منها جبتها معي وجيت بدي حققها بمشروع الله وشفت أنه مش عم بقدر قدوة غضب بصير أعمله نوع من كبت للغضب وبيتخمر بيتخمر وبضبه بس من شفيت منه يعني شو هو اللي بيخلي الإنسان يقدر يفوت على الطبيعة الجديدة بطيعين إلى إله اليسوع روح لإدوس أنا كيف فت علي للطبيعة الجديدة بإرادتي مش إنه الروح عمل فيها التحويل فت عليها بإرادتي البشرية بحجم الطبيعة وفيت على مطرح هي دعوة إلهية هوني فيت عليها بحجم طبيعي وبإرادة بشرية ما بقدر حققها دعوة إلهية وفيت عليها حققها بطبيعة بشرية ولا ممكن ساعتها هون ببلش قوهم حالي إنه أنا أنا كبت الغضب وأغره أنا شو عملت بمطلق الأحوال الغضب ضبيته كبته دعسته وصرت يعني عامل كل مجهودة إني أضبته شو عصار بأعصابي هون هلكت والغضب ضبطه اعتبره لمطرح معين وصلت على مطرح خلاص معاش فيه يعني معايد قدر تحمل التصرف أو شيء وببجه بس كيف ببجه ببجه بطريقة مئزية وبطريقة جنونية أول شي بأز كتير وبتفاجأوا مني يا عمي هيدا اللي كنا شايفينه رايق وطبع هيدا هذا ماشي كان عامل ميك أب للغضب بس عمله نوع من التستر نوع من الانضيب كبت ضب وإيه مثل اللي ضابت بقلب جايب حي وبلحظة لقيت باب لقله وفتح وكب تسمى نعم نتفاجأ بكريسة الجنون اللي بيعملها هيدا اللي كان عم بيصلي وهيدا اللي كان بالصلاة عمل تأمل دوخني وكيف بيتصرف معي هك هيدا كله هيدا هوس الكمال يلي هو عم بقنع حالة أنه أنا عم جرب قرضي الله بس بذات الوقت عايش انشئئ ذاتي عندي طبيعة قديمة بش ما خلصت منا بعد بعد عم تشتغل بكل عيوبة في وعم تشتغل بكل نقايصة وعم جرب أني اضبطها وانا اقنع حالة أني لا بصير عايش ان في صام شخصية شخصية اللي عم بيصلي وعم جرب اقنع حالة أني أنا سرت ريق مع الله ولا أنا هدخ الطايتون وبعده الغضب معشعش بقلبي وقال لشغلي بتطلعوا لبرا هون بدنا نفهم بدنا نروح على على طريقة العلاج ياللي دعيني إلى الله ونعرف هون الشخص اللي بيوصل على هوس الكمال بده شخص كتير متمرس روحيا يعرف يشيله ويرد الكمال فيه إلى منحة طبيعي إلى منحة مسيحي نعم بير مروان بدنا نروح أنا وياك عبريك هلا بس قدي بتتفجر مشاكل خاصة بحياة الكوبلات هيد كبت الغضب مظبوط لأنه فيك أغلبية البنات بيروحوا على جو الكنيسة تينقوا شريك حياتهم لا بيعتبروا أنه إذا جبت الشخص المؤمن ابن كنيسة ابن كنيسة معني تدعيش معه حياة مرتاحة لا قطع شوط بيلقطوا شي واحد عنده هوس الكمال يعني عايش بالكنيسة بس عايش مش عايش مسيحي كبت حال وهلا من بعد البراك بنحكي شو معنات عايش حلما مشاهدينا بنكفي بعد البراك عود لكم مشاهدينا بير مرواني بيذكر إنجيل لوقا تسعتاش لأي أربعين عندما دخل يسوع إلى أورشاليم على جحش محاط بأصوات الهتاف والتسبيح من تلاميذ الذين يصرخون هشانا معبرين عن مشاعرهم طلب منه بعض الفرسيون إسكات تلاميذ وأجاب يسوع إن سكت هؤلاء هتفت الحجارة ويعني نحن اليوم بس نكبت مشاعرنا بدت تنفجر بمطرح لابد أن تنفجر بمكاننا المشاعر لا تكبت المشاعر يجب أن تعبن لازم تلاقيه لطريق هي لطريق كنال تمشي فيها مثل نبيكبط ماء بيج سد اليوم سكري سكري بالإنسان أن يكبت كل مشاعر وإن كانت حلوة وإن كانت بشعة لازم دائما يلاقي طريق يعبر إذا حلوة يعبرها مع البحبه وإذا بشعة يعبرها مع البحبه لأنه هالمشاعر لازم بمطرح تطلع لبرا وتعبر عن كل استياء موجود فيها إذا كانت سيئة أو مجروحة تنلقيه لطريق للشفا وإذا كانت سعيدة كمان تنلقيه لطريق للتعبير لأنه شو حلو يساعدتك تأمل يساعدتك عيشتها ووحديك بتصير كآبة لازم تلاقي حدا تشاركيه معه أنك أنت مبسوطة تشاركي فرحك مع الآخر كمان تشاركي حزنك مع الآخر لأنه المشاعر أكبر خطر من هون الرب دعينا أن نعترف إلى بعضنا البعض يعني نفتح قلبنا لبعضنا لبعض ونخبر كل شي مخبش هو نخبر كل المساو اللي قطعنا فيها كل الكئاب يلي سببها الآخر بحياتنا الجروحات نخبرها وننبش على طريق الشفاء لأيها هلا من نبش نحكي هي ممكن أول نقطة حسب موضوع حلقتنا هي نواجه ذاتنا ونكتشف شو المشكلة تنقر قبل نخبر بس كنت عم بقولك شاغلي أنه هاي المشاعر اللي بجواتنا ذكبتنيها لابد أن تصرخ بمكان ما قد تكون ألم مرض تريزة أمراض نفسية أعراض جنون في نقطة ذكرتها بالنسبة للي قصه أنه ياخدوا شريك من أبناء الكنيسة بهدف أنه هيدا ابن كنيسة قديش هيدا الشخص دايما بيجري بيكون مثالي أو كامل لا يكسب دايما محبة الآخرين يعني عطول عنده هالكاموفلاج منشوف اللي عايشين كتير بالكنيسة لأن كتير بيسمعوا الإنجيل وبيقروا أو بيعزوا فيه خاصة اللي بيفوتوا بحركات رسولية مريمية حركات طلاق أخويات بيشوفوا أنه بمطرح ساعة اللي بياخدوا موضوع روحي أنه أنا لأني بحركة مريمية يعني أنت هذا الموضوع لازم يكون أنا وأنا بالحقيقة بعدني أنا الإنسان الخاطئ والبعض وبيغضى وبيحمى بيأنع نفسه أنه لأ أنا بما أنه صرت ابن حركة وصرت بالكنيسة وإنسان بقديس معناته مفروض أنه قدام الناس بيين أنه أنا شفتهه هذا اللي بيصلي معناته صار بنيح وصري وهيك وهو بعده بطبيعته بعده الطبيعة القديمة فعلة حية فيه يعني ويلع فيه بعد ما تخلص هون بيجرب يعمل نوع من الكبت للمشاعر ويضب هالمساوئ يلي موجودة فيه بطبيعته القديمة من هون إنا بتنبش عليه بتلاقيه شخص منضبط بس ما بتعرف هذا المنضبط بعد ما شفه بعد الروح الإيدوس ما حوله ما خلق فيه الإنسان جديد برماروة دي بيسحى كما قدام الله يبين كإنسان كأنه فقراسه هالي أنه أنا ما هيدا الشخص المسالي بيبقى هيدا لقلت عنه منضبط نعم معناتها بيجرب يعمل نوع من هالي لقلو أنه أنا إنسان وصلت نعم بوقت أنه الرب بده ينا نكون قدامه بالذات الواقعية إذا بدنا نسميها مش الزيت المسالية مصبوط لأنه نحن بحاجة لأقلو كتير مهمة كتير مهمة الزيت الواقعية مش الزيت المسالية تاخدوا هالبنة تتجوزوا لهالشاب وبلحظة الزواج بتبين الطبيعة القديمة فيه وهو بتدب لمشاكل يا عمي أنا أخدته يا أبونا كان بيصلي وابن أخوية ولكن بيعمل محاضرات الإنسان ما بينطاق بالعايش معه غضوب عناني قاسي جنس الرحمة فيه بقلبه أخوين حياة الصلاة اللي كنتشوفك فيها نعم بتبلش هون تتفجر المشاعر وتبين الإنسان بحقيقته منكتشف بهالإنسان كان عنده هوس الكمال هوس الكمال أنا حاله أني أنا مع يسوع أو عنده نوع من التستر للحياة الروحية اللي كان مغطية بمشاعر مزيفة بإيمان مزيف هون بدنا نرجع هذا شخص بده شفاه هذا شخص بده تحرير هذا شخص بدنا نرجع نرجع نرمم فيها اللي هوت المزيف يلي ربع له وأنا حاله فيه وعمل لقله صورة وكان مخبط تحت الصورة عالم مرعب من الماضي يلي بعد بده شغل كتير وبده تحرير وبده شفاه وبده إعادة ولاده جديدة نعم دبير مروان يوم اللي عم يسمعنا كيف يقدر يقفر الإنسان أنه هو عنده هالمشكلة هل من أعراض معينة ممكن يرقبة بذاته منحكي عن الأعراض هون من خلال النقطة اللي نحن حطينيها من خلاله من خلاله نتعاطفه مع الله بتشوفي في أشخاص أنه أنا مثل موظف بشركة وتحتها الأرضي رب العمل مفروض أشتغل من الثماني الصباح للأربع عشية وبيحق لي بسيعة فرصة هذا طمعا بالنعيم المهم أني أنا قطعت هالوقت قطعت كمية هالوقت خلص رب الشركة بإخر الشهر رح تفعل معيش لا لأن أنا اشتغلت بالنهار ثماني ساعات بس ما وصلت أنا ورب الشركة عليقت أنه أنا ابنه أنا عم بشتغل كعبد بالشركة وكل هم أنه أخذ بآخر الشهر معيش من رب الشركة تحتالي قدر عيش مموت شوع وقدر ادفع استحقات ولادي أنا قيمتها بصير بوصل على الإيمان الصحيح الإيمان الصحيح بس عيش مع رب الشركة أنا متجاهل أني أنا ابنه وأنا ابنه مش لأن بستحق لأن اشتغلت من الساعة لساعة لأن عطيالة إلي مجانية شو اللي بيشفي الإنسان من هالإيمان الألوى ياللي بيني بيني وبين الله ياللي مفكر الله هو إله بدي ارضيه طي يرضى علي إله بدي نفز له كمية أعمال تأخذ منه اللي عايزه وأنا عايز إش كتير بالحياة الحياة مخوفتني بمطارح كتير هون بتبلش التصادم بوصل على هالإله يلي بحس أني مرضيته ويمكن ما يعطين اللي عايزه وبمطارح أقع بالعوز وشو بدي أعمل هون مين بسكر لي عوز هون بدنا نشفي إلنا بالحق الماضي بدنا نشفي الليهوت الألوى يلي موجود بنخيع له الانسان الليهوت الألوى يلي أنا عايش مع الله عبد مع سيد أو عايش متهم وراي عند قاضي ما بعرف شو بدو يعمل فيي هون من وأنا رايح لعنده مش متهم رايح لعند إله دفع حق تهمتي طبعا الخطيئة على الصليب وبعدين رايح عند إله آخر همه كمية أعمالي همه قلبي الداب يستسلم بين إيدي تهو يعمل عني بذات الوقت رايح لعند إله عنده حلة مشكلة ضعفة يلي دايما أنا عمقارن ضعفة بيه المتطلبات قال وشوف بضعف مش قادر ربيله طلباته رايح لعنده تيسمعني إنه الروح الإيدوس رح يخلي يعطيك الغلب على هالضعف ورح يعطيك قوة تقدر تنفذ اللي أنا طالب منك حيش هعتلي همه حملني على كتافك مثل كأني عبق عليك صرت وبذات الوقت مش بكمية الصلاة بقول يسوع ليس بكسرة الصلاة يستجاب لكم لكن بنوعية القلب يلي رايح فيه عند الله مشان هيك الرب بدييني ومن هون بريحني بدييني أنا اجل عنده متل ما أنا بيقول مرة بونا جنيدي وصمراني يلي هو راهب عنا فعلا على درب الأداسي هالشخص توفى بحادث بالخمسينات بيقول لست بحاجة إلى قداسة ملائكية ولست بحاجة لك كملاك من بحاجة لو بدي ياك ملاك خلقتك ملاك كامل بحاجة لألك تجي لعندي إنسان بضعفك وبنقصك وبمضيك وبشرحاتك وبكل عيوبك وعندي حل لألون هاودي مش عن طريق إيرادتك عن طريق نعمتي يلي هي هبة مجانية تعطى لألك هاي دي النعمة يلي ما بفهم إنه بالعلاقة مع الله وبإيماني معه النعمة اللي بدأتغيرني ونعمة الله مجانية ما بدأ بالمقابل وماذا بيعطيني إياها الله عن استحقاق بيعطيني إياها فقط لأنه بحبني وبحبني مجانا ومش لأن طلع له من أمر شيء الله بحبني لأن بحبني لأنه باي صالح مثل الابن اللي بيتطلع بابنه ولنهار بيعطيه لأن هالإبن يوم القيام بده ردله بيعطيه من قلبه ولو ما رد يتلي مجانا بيسخ علي لأن بحبني بدون مقابل ساعة اللي بيصلح على الأفكار وبوصل للإنسان إنه الله بيحبك مثل ما أنت والله بيحبك بعيوبك وبجروحاتك وإجروحاتك كلها ما بده مجهود ما عطي شي لك منها نعم بده بس ثقة وتستسلم بين إيدي تيخليك توصل على الأعالي يلي ما بتحلم فيها إيرادتك نعم مشان هكي بدنا نطلع من منظار إنه أنا الله بيرضى علي لأن إيرادتي عملت له كمية شغل من الله بيحبني مجانا نعملت أو ما عملت الله بيظل حبك يعني مش عمالي رابو بدك توصل على مطرح ترتاحي مع الله نعم ترتاحي بالعليقة معه وتعرفي الله ما بده منك مجهود فائق الطبيعة بده منك توصل إلى عنده كل يوم يعني اتأملي بشوف البي يلي مبسوط بابنه شال كباية حطها هون مع إنه هي بالحياة شو هي بتشوفيه لأنه ابنه بالمستوى اللي هو فيه هل قد بيقدر يعمل عملها ياي برافو شو طيب سينة زقفين وهو بيشوف إنه لك شو مبسط بيرجع بيشيلها مرة تانية وبحطها هون وبشيلها بدا برافو أبونا رد لما حال بتشوفي إنه عمل عمل كتير بسيط وسخيف يعني بالنسبة لإلك أنت الكبيري إنه شو هو العمل بس عملتيله عليها تشجيع رهيب وزقفتيله وامبسطنا حكي كلمة ابني اليوم بيتطلع بيتطلع الولد إنه شو مبسط وأهلي تاني نهار بيشوف إنه هالعمل الصغير عظيم عند بيه هاك الله هاك بيتطلع فينا بيتطلع اليوم بش إنك عملت خطوة صغيرة اليوم صمتي ساعة صليتي أبانا وسلام ما تقرني لحالك بالأشخاص اللي عم بيصلوا خمسم سابع وعشم سابع بالنهار وبتصير تعيشي إنه أنا بش قادر أعمل هاك وأنا تقدر أعمل هاك اف شو بدي أعطي وقت ما تعيشي اليوم ما تقرني حالك بحد اليوم الرب قدي عملتي معه صليتي أبانا وسلام عملتي قيمة صغيرة اليوم ما أكلت لوح شوكولات ما صمت لتظهر لوح شوكولات ما أكلتهم وصليت أبانا وسلام من قلبي تعرفي كيف الله بيفرح فيهم هاو بيزقف لي وليك مش مصدق إنه عملتي هاك بيفرحوا معه قد اللي عمله مارقونتونيوس بالصحراء وصام خمسين وستين سنة لأنه أنت إياسك اليوم هالقد بعد ما صار إياسك مثل مارقونتونيوس وفرحة الله باللي عملتله إياهن قد فرحة مارقونتونيوس هيدا سؤال لأبونا يعني كمالنا يقاس بحسب مرحلة برافو بش بالمقارنة ما نحن وين موصل بها واصل كمال بصير قارن حالي إنه أنا الله طيسيري حبني لازم كون مثل مارشارفل وطيقارن حالي بمارشارفل بش ممكن كون مثل مارشارفل أنا بش قادر لازم كون مستوى بها المستوى وبها المستوى أنا ماني قادر كون وببلش عيش عقدة الكمال مش هيك الكمال بطلع له وبش هيك الكمال بسعيله بالمقارنة مع الإديسين خليني اكتشف حالي روح لعند الله مثل ما أنا روح لعنده بضعفي وروح لعنده بتعتيري وبمضيي وبالتاريخ المجوى اللي عندي اياه وبكل الخطايا المرتكبة وبكل العيوب اللي عملها روح هاك وقال له يا رب من هاو بدي بلش وبلش كل يوم أعمله خطوة صغيرة برنون لو قطاشتك بس خليك بق الليلة هون تخلص أسل بلش قل له يا رب اليوم أعملت لك هالخطوة صغيرة تنتبه أنا طفل عم بكبر مع الله أنا بقنع بحالي أني رحت مع الله أني أنا رجالي خلق أنا رجال بإنساني للأرض بس مع الرب أنا طفل مبلش جديد ولو كنت كبير عمري خمسين ستين سنة مشان هيك الرب بيتطلعلي بطفولة الروحية وبيبلش يقولها الإنسان عم يكبر كطفل معي وعم يطلع من هاون بيرضى معي بالقليل بالأول وبشوف القليل قد بنظار اللي كان يشوفهم بمرشارو اللي كان يعملوا إياهن لأنه من هاون بتشوف الرب اللي انبسط بفلس الأرمى اللي حطته قد اللي حطه ميات الدينارات بالصنية لا لأنها يحطت كل ما عندها اليوم عطيتي هالقد أنا قادر أعطي أعطيت باللي قادر أعطي بيفرح فيه الرب قد الادسين اللي يعطيوه نعم بمروان مشان هيك نحسب حسب ما قديش منعرف برافو قديش منعرف وقدي طاقتي على العطاء مشان هيك خليني أمسط بالقليل اللي عم بعطيه للرب لأن هذا القليل كل ما عندي عم بعطيه للرب وهذا القليل الرب بياخده وبيكب نعمته محله نعمته بتخليني تينهار أعطي أكتر وطالت نهار أعطي أكتر وبعد فترة من الزمن مسيرة مع الرب بشوف حالي بتطلع بالماضي بشوف أنا لك وين وصلت وبصدق بحالي أني أنا أبوصل لهون مشان هيك خليني أفرح بنهاري وكون واقعي مع ربي نعم واليوم خطيط قل له للرب اليوم خطيط مش الخطيط تعملي أزمي وكأنه وقفتلي مسيرتي مع الله لأن الرب فاهم ليش أنا خطيط اليوم وفهمه لإلي رح يخليه ضلي حبني مش خليه أنه يوقف محبته لإلي نعم مشان هيك هون بيقول مربولوس قد جاهدت الجهاد الحسن قد حافظت على الإيمان إنما ينتظرني الآن إقليل البر المحفوظ لي يعني كان هناك عطول كلمات هون عم بيقول لتيموتا واستلميزه أنه كلمات مشاجعة أنه الحياة مع الرب وتنوصل للكمان أمر بيستحق الجهاد نصب والرب يحسبنا عقد ما منعرف صح بير مروان قد مهم نعرف إنه رضا الله هيدا مش بأعملنا من الخضا مثل ما ذكرت هي نعمة من نتيجة محبته لإلنا هيدا نرجع من رد الصور يلي موجودة بالإنجيل ليك إلي اللي بيشارع فيك الرسل اللي اختاروا من الرب شوف فيهم شي إنه بيخلي الله يحبهم نعم إذا ما نحكي على صعيد أو العلمي أو مستويهم الفكري أو موهبهم إلي شوف فيهم شي مربط رؤس معدوم العائف زكا إذا بتطلع بالماضي فيه زلمي رجل العصابية زكا نعم جيبت ضرائب كان عنده جاش كان طييش بالضريبة من واحد يعني يبعته ناس خبطو لأن بيش دافع الضريبة أو شي هزكا إنه شوف فيهم شي حباب الله فيهم لك الله كيف قبل فيهم مع كل الماضي اللي فيه ضعفه لمر بطرس وقت اللي كان رايح من بعد ما خان ربه وإجا قدامه على شاطئ البخيرة بس التقى معه ضعفه لبطرس ما خلى الله يتقفف منه كان ناطر بطرس كلمات تقنيه بكتير إس يعني لك شو سمع من الله تحبني بعدك فيها الرب كل مرة كان يقوله نعم يا رب أنت تعلم يسلم مسؤولية جديدة معناية الرب ما تراجع قدام ضعف بطرس ما وقفت محبة يسوع قدام بطرس لكن هون خلى بطرس هون ساعت يصار يلعب بالخطية لعب ما عادي يهمه إنه إذا غلط مش معناية الخطية رح تحطمني إذا إنسان ما كنت قادر بمطرح إن يكون على المستوى محبة الله إن تراجعت أو خنته أو إن سقط هذا شي صار راسخ بزهنه لبطرس إنه ما بتوقف محبة الله قدام خطيائي ساعتها هون بطرس راح يهجم لكن المعنويات الأخد وكيف صار ولك كيف وصل للكمان وصل عن طريق رسخ بزهنه أنا أتعاط مع إليه شو ما صار معي بفهمني ورح يضل حبني والخطيئة من عائق بيني وبينه إذا صار لأني ضعيف أو لأن كان في ظروف سببتها إذا صار دايما راح لقي إليه مستعد يغفر لي ويرجع من جديد يحملني مسؤوليات أكتر من اللي كان عندي ما بيغير رأيه في أو نظرته لإليه هذا عريف إنه شو ما صار الله بده إليه وبيضل يحبه وقالله متفهم لكل الظروف المقطع فيه كل ما تجيب سيرة نكرام بطرس وكيف شفير رب تذكر هالنار بقوله إليه رمزيته الجمر بلأن سا وذات الوقت هو نكره كان فيه الجمر مع الخدم لكن موقعين نعم نكرام بطرس قدام الجمر لأن بطرس ضعيف بطرس بطرس عنده ظروفه عنده شخصيته عنده مخايفه عنده رعبه أمام الموت ولكن الجمر اللي عميشو عليهم يسوع السمكات يلي شفه بطرس من كل هالضعف وفسر له الرب نعمتي بتقوي ما تخاف بهالمواقع ما تروح عليها بطبيعتك البشرية روح عليها بالنعم اللي راح امنحها كفية وراح تشوف كيف بتغلب وبتكفي وما تخاف لأنه صار معك هك تفكر أني أنا بوقف حبك راح ضل نحبك لأن بفهمك وبفهم الطبيعة اللي خلقتلك هيها ضعيفة وبتغلط وكذا وبذات الوقت بفهم اللي صار معك من الآخرين لأنه مش راح تلاقي أشخاص بيتفهموك مثل أنا بحبك بس عرف رغم كل شي بصير أنا بحبك وراح بأحبك وخطيات العلاجة عندي ونعمتي راح تعطيك الغلبي إذا تعرف تستعملها بوقت الضعف اللي أنت بتحس فيه هون بتسمح لي وقتا بيقول بيوحنى 18 لأي 18 وقد أدرموا جمرا يعني مثل ما قالنا كان عند النكران واقف حد الخدم والعبيد قدام النار وقال بعد الايام كمان استخدم يسوع نار الجمر بطريقة تماثل جمر المذبح اللي استخدم مؤلبي أشعية ستة اللي بيقول فقلت ويلون لي لأني هلكتوا لأني إنسان نجسوا الشفتين وأسكنوا وسط قوم دانسي الشفا فإن عيني قد أبصرطا الملك القضير فطار أحد السرافيم إلي وبيده جمرة أخذها من على المذبح ومس بها فهمي قائلا انظر ها إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئتك يعني هون النار المذبح يعني يسوع يسوع اللي بيطغر يسوع اللي بيقوي يسوع اللي بيحرق الأدية يعني هالجمرة اللي شفية بطرس نعم شفية لقلبه شفية لحبه نعم بالعودة ل بنفوت بريك ما سمعت ميشيل بريك إذا بد يا أبو ناكي بد رح أقل لك شغلي بس بالنسبة لل قد يبيعيش مهوس الكمال بأسير أراء الناس يعني دايما بده تيرتاح يعرف رأي الناس فيه وهيدا هذا لأما عنده ثقة بزيت وهيدا بنفوت هون على قصة تقليل إنت الزيت نعم يعني أسير أراء الناس ومزبوط بصير يهمه لا لأنه نفسه شبعاني إيجعاني لكلمات تشجعية جعاني لكلمة أنه تقوله أنت منيخ ولكن أنت بتسوى بتشوفيه قدام الكلمة تشجعية عيش بحجي ما بتنوصف لا لأنه أدمنه جعان بطفولته لكلمات حلوة ما كان يسمعها ما يسمع إلا الكلمات المدمرة ويقال أنه قد ما بده أشخاص حولي يأخذ رضاهن بصير عايش مثل ما بيقول مربولوس بغلاطية خمسة بصير عايش تحت نير عبودية لأن بصير بده كتار أشخاص بديورديون بيتعب مزبوط رح نوقف مع بريك أبونا مشاهدينا لحظاته نرجع عودة لكم مشاهدينا ونحن بانتظار اتصالتكم بير ماروان مثل ما كنا عم نحكي أنه الضغط اللي بعيش تحته هيدا الشخص اللي عنده هوس الكمال والمجهود اللي بيعمله قد ممكن يقدي فيه أنه يا ينهار يا أنه يهرب يعني قد فيه مؤمنين تركوا يمكن أول كارسي اللي النتائج طبعا هوس الكمال هي أول شي أننا نتنكر لأ 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 مش موجودة يعني ننفي وجودة فينا وهون إلنا الكبت المشاعر يعني بيبقى عايش أزمي من جوا وأنا عم بتنكر لأ هاي بيش أزمي وما بعرضها التحدي لنين مننا الشفاء نعم بعدين الشغل اللي التاني أكثر خطوري هي نخدع نفوسنا و نرفض أنه نعترف بخطيانا وبماضينا وبجروحاتنا نضبها قلت أنا هون بلش نحكي حديث تاني وبين لذاتي صورة تانية عن شخصيتي نعم وهون منفاجئ الناس لأنه منفرج الناس صورة المهضوم وبتحك ورايق وطيب وبتحمل وهيك وبالواقع بس اكتشفوني تبلش تبين صورة تانية هاي النقطة بحب أنا أعطيها حقها فبفضل نخليها للأسبوع المقبل تتكون من ضمن أنه نحنا كيف نواجه هاي المشاعر والمشاكل اللي التفيني رح ناخد أول اتصال ألو أهلا تفضلي يا دكرة عافية أبو مروان أهلا على عافية سؤالي هو أنه في جملة قيل فيها يسوع إجيت لأعطي حياته حيات أفضل بس الحياة مع يسوع صعبة يعني ما رح أحكي بس عن الإنسان العادي إذا منشوف الإديسين إن كان مارش هربل أو رفقة حياتهم كانت كتير كتير صعبة وحضرت الفيلم دبع حياة رفقة عالتالي الميار يعني فيلم يعني كتير في أحباط يعني في في كتير ألم في كتير كآبة بالفيلم بقى ما في تناقض بهالشغلة لك يا قلبي أول شي دخيلي بعدنا عم نحكي ما تقارني نفسك لا برفقة ولا بشاربين يعني من مطلوب منك تعمل اللي عملته رفقة أو عملته شاربين بس يمكن أصدها هي أنه هل دايما الحياة مع يسوه تتكون صالحة مصبوطة ليس في ألم الحياة مع يسوه هي الحياة اللي هي عيشتها هاك شو بده منك ربنا رح يبعتلك كل يوم بيومه وعرفي شغلي اعتبر الرب عايز منك الألم رح يعطيكي قلب مليان بالرجا وقوي لدرجة يشوف الألم لعبي اعتبر إذا الرب بده ما تعتليهم يعني ما تشوف الحياة إنه مع الله أوف شو صعبة لك كيف عيشت رفقة ما بعرف كيف تحملت أنا ما رح أقدر يتحمل ساعة اللي بتعيشي هالمقارنة أو بتفهمي الله العلاقة معه بس هي ألم وكئابة وحزن وصليب ووجع منكون كتير عم شوة الله العلاقة معه هي فرح وسلام وقوة وسعادة ومجد هلأ معه قد يدخل الصليب إذا الرب سمح إنه الصليب يدخل لغاية كتير سامية تيقدر يوصلنا للمجد عرفي طيب رح يعطيكي كامل القوة تقدر تعيشيه للصليب ما رح تحس حالك ولا نهار مزلولة أو إنك كئيبة رح تحس موجوعة بس مع الوجع في رجا في نور وبذات الوقت في قوة تقدر تتخطي هالوجع مشان هكي ما تقرس صورة من بره وتعملي على مقارنة بشرية مقارنة مع قوتك أنت إنه أنا كيف فيه أتحمل إذا يوم للأيام بدي أمشي مع الله وعمل فيه العمام له عمله معرفة مشان هكي من إحنا من ناخد الإديسين أوقات ومنقرنهم مع طاقتنا البشرية ومنشوف يا عمي إنه كيف فيه أنا عيشها لحيات أوكيها لعيشتها رفقة ما بعرف شو كان وضعها وده كانت بطلي بس أنا على الأكيد ما فيه عيشها من عيش أحباب سعد عملت مقارنة بدون ما قدري وبذات الوقت قريت العلاقة بين رفقة ويسوع ألم ونوح وبكي ودائما مرض بالفرشي كمان هون هذه الأفكار اللي هوتية الخطأ يلي ممكن تربى معي وإخدها وإنقلها عن يسوع وصير عندي إله مستحيل أرضي مستحيل أني أنا قدر عيش هالحياة يعني أنا وبعدين الله هو دايما بكي ونوح وألم ووجع ومرض أنا ما فيه أنا بدي أمسي تبدي عيش الله حياة دعيك تكوني سعيدة ومبسوطة وتضحكي وتضهري وتصهري منه دعيك تحتيني نعيش بك على الأطلال هلأ إلى جانبها قد يدخل الصليب وعرفي شغلي بس يفوت الصليب يسوع هون رح يعطيك تكوني بطلة كيف تعيشي شوف همار بطرس بس فات يسوع بحياته إنسان سعيد للحبس كان يبكي وللألم والصليب لك بأي قوة راح عليك بطرس الضعيف هذا هو أنا وياكي عيشي شو معنات الروح الأدوس اللي بده يعملك الولادة جديدة ورح قالك كيف الصليب بصير لعبة بين إيديك والرب أمين أبونا وما بيسمح أن نتجرب بأمور أكتر من طاقتنا بدي إيهون يعرفوا قبل ما نحكي عن أمينة الرب الرب دعيني إلى الفرح ودعيني لأمسط ودعيني للدحك ودعيني للقوة هلأ شو بصير على الطريق هاي دعوة الله لألي يعني أنا لو بدي أقلع مع الله بش إنه دعيني لحتالي اتألم واتوجع ومبرش على الطريق حاطت الرب براسه وبدو يشفيني مشان هيك يسمح على الطريق بفوت الصليب بس إذا فات الصليب كيف اليوم الطب حاطت براسه ويشفيني بس حاطت براسه على طريق الشفاء يمكن يضطر يوجعني بمطرح بس فيه أدوية للوجع مسكنات تكن الوجع قطع ولحم الجريح بس من بعده في مجد في صحاف نعمت للجمرة اللي حكينا عننا براه الجمرة اللي بالطاف مشان هيك نطلع من فكرة الرب انه قهرنا او معذبنا هو مش بس دعينا للفرح بس قالنا كمان ليكون فرحكم كاملا مش بس فرح نائز بس دياني وبسوت وعم بتحك وبعرين الوجع كيف هو بيعرف انا امشي معه ودحكت لديني ايه اعرف رح يعطيني كل شي وكل لحظة بلحظة نعم رح ناخد كمان اتصال ألو 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 مرحبا أهلا تفضلي كيف كمدام كريس حمد الله تفضلي كيفك ابونا مروان يا أهلا انا كتير كتير احبكم الله يخليك مين عم تحكينا من عراق تفضلي صحيح يا ابونا بدي السؤال صحيح يا ابونا بيقوله قداشة البابا قال ما في جهنم ما في ملكوت السماء لا يا أختي براء البابا من هالكلام اليوم وسائل الاتصال الاجتماعي فيه أشخاص مئزيين عم بيقولوا البابا كلمات ما خصوا فيها البابا إذا بترجع إلى وعزاته بترجع إلى كلماته بيحكي عن جهنم حقيقة والملاك حقيقة وآدم وحوة حقيقة لكن فيه أشخاص عم يندسوا بكلمات وبينسبوها للفاتيكان والبابا وبتعرفي وسائل اتصال الاجتماعي وسائل مفتوحة لا فيها فلترة ولا فيها مرائبة ولا فيها شيء مين ما بيحط الفكرة وبتمشي يعني هلأ انت نزل الفكرة ونسبيها للمين ما بديك وبتمشي ووسوءة بقى رجع خاص الفاتيكان إذا بدك تعرفي شو بيحكي البابا وشو بيفكر والكنيسة شو تؤمن بتفوتي على السايت تبع الفاتيكان وبتشوفي بتحط الموضوع اللي بدك بتشوفي شو إجابة البابا عنه أبدا البابا بشغيل هالكلمات حتى يمكن الواحد إذا السماع عبدو يعرف موقعه وين بالضبطة ما يكون مشتزق الكلام يفوت على سايت الفاتيكان يعني ما ناخد الكلام مشتزق البابا عنده وعزات عن الملاكة وعن الخطيئة وعن إبليس وجهنم بيجننوا ضمن العائدة ولا ممكن البابا يحكي الحكي نسهبوها لإله وصوأولوا إياها على الفيسبوك وخربوها كمين رح ناخد اتصال ألو 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 بانسوار 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 أنا بدي أسألك عندي سؤالين في عندي بعلاقتي مع ياسوع أنا كنت كتير بصلي للعذرة الوردية وبصليلة وهي حوالتني لياسوع يعني نعم وكتير كتير كتير صار لي ما بعرف كم سنة في عشر سنين يعني علاقتي بتعقد معه وتجوزت وصار عندي ثلاث سوديان وكتير علاقتي مني حما بس عندي بخص من الله يعني بحس ياسوع خيل كبير يعني بيتكل عليه وهو بيغنجني ويعني أنا شما عندي مشكال بعرف أنه بيقله وبحللية بس بخص أنه من الله بحس الله وبدي أطلع السماء يعني مع أنه هن أب وابن وروحوا قدس واحد نعم شو السؤال الثاني مدام السؤال الثاني كنت عم تحكي عن الولاد عندي أنا كتير بحب الولاد وكتير بغنجهم لأولاد وحتى بنزل وما بعق يعني كتير كتير معهم بس عندي بس بالدرس وبدي درس ابني كبير بحكي كلمات كتير يعني مهينة اي 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 يعني بضيع 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 ما كون أنا ولا بيكون هو يعني هو كتير بيبكي وبيقول لنا كتير أزيتين حسها بالزنب هلأ كتير بحس بالزنب بعد ما لكن لاقي طريقة تانية تقدر تلاقي نتيجة مع ابنك أول شي فهمي لعب الدرس ما عم يمشي الحال ممكن يكون في مشكلة نعم وإذا قدرت اكتشفت المشكلة وأوقات أولادنا هلقد مقدار استيعابهم لكن جربي أنك تعالج الموضوع مش معناته أنك تسكتي وتتريخي مع الولد بيش هي دعوتنا نحن اليوم لازم نربي بس نحن عم نقول بدل ما نربي بكلمات سلبية خلينا نربي بالكلمات الإيجابية مرسي ماما اليوم أنك رح تدرس ومش هتعذبني مرسي ماما اليوم لأنك كتير رح تفهمني أنه هلأ وقت الدرس مش وقت اللعب أنا بشكرك ماما أنك صرت مسؤول بشكرك ماما أنك عم تعمل معي عم تعمل معي تقدم يعني هالكلمات استعملي هالكلمات المشجعة مش عمل اليوم إجرسيز قدر زبط معه وعشرة لأ شوفي له بإيجابية هاللي زبط معه وقالي له يلا متل ما هيدا زبط معناته أنت قادر وأنت زكي وانت كتير أبضاي قدر تزبط لي هوليك يعني استعملي الأسلوب التاني نعم السؤال الأول هو كان أنه بتخاف من الله هذا الخوف من الله في شيء بالماضي وانا بخاف من الوقت يركض يا ربونا عالجي الخوف هذا الموجود بقلبي أنه موجود من وراء شيء غلط ارتكب بحقك من الماضي أو فكرة عن الله خوفوك منه أو أنت وصغيري حدث أو نوع من التربية الدينية يلي وصلوا لك إيها مغلوطة ورسخت بزهنيك وعملتلك يعني اليوم ما بدها القد روحي عند يسوع وقالي له أرجوك شفي لي هالفكرة الخاطئة براسي شلي فكرة الخوف من الله وخليني حس أنك إليه حنون طيب طيب بتحبني للموت طلبيها من قلبك ورح تشوفي كيف بحرر الفكرة من راسك هيدة نبعة من وراء ماضي وصلت لعندك صورة الله بطريقة مخيفة مشوهة قدش في إمات رح يحسوا بالزنب الليلة ونا مني وجور يعني رجعتني بالماضي كيف كنت عصيب على ابني لا لا فيه مطرح اسمه الغضب المقدس نعم هلأ ما منعف شوهو كان شوهو الغضب المقدس مش معناه تصرخ وعيت واطلع بصوتي بالعالي نعم الغضب المقدس يعني هدف هو صالح حرمتي من شي كنتي بطرح اسي شوي معه بس دايما الولد بيعرف الأهل اللي بحبوه إنه إذا عملوا ها ولا أم بحبونا من حلقة الماضي بدي أحكي عن رأي ماربولوس بالتربية لأولاد وما عم تزبط يا أبونا بركي الأسبوع المقدس ناخد بعد اتصال مصور مصور تفضلي بس عندي سؤالين على السريع ياريت في كتاب بن إيدي أبونا اسمه الحياة الإلهية للعزراء مريم الفائكة القدار بياخد العقل وقع حدا يلعب لك بعليتك إنه غلط لمريدة جديدة لمريدة جديدة كتير حلو الكتاب نطمن بالي بس أبونا نطمن بالك انت قريل مقدمة ادي في بابوات حرقته هالكتاب ورجعت ثبتته بعدين في حقيقة تاني تيعل نوة طبوية لها المرأة معناتك كتاباتها صحيحة وإلا كانت وقفت التطويب طبعا مريدة جديدة طبوية بقى طبن بالك وما تخافي سؤال تاني تاني سؤال على السريع أبونا إذا شخص جرحنا وضيقنا بحياتنا ورحنا قلنا عنه إنه هذا الشخص ضيقنا طب هون كيف مفهوم إنه ميمة يعني ما بتنعد نميمة إذا نحن حكينا على الشخص اللي إزينا هلأ إذا حكيتي إنه يعني انتبهي بكلمتنا ما بدنا نجرح وين عم نحكي ولا أي هدف عم بحكي أنا أصبت شي بقلك تحكيها مع الشخص المعني يعني جرحي وإذا حكيتيها مع شخص تاني تتصل له هالخبرية إنه تنصلح أكتر من إنه بدي دمر له صيته بدي إجرح له كرامته لأنه جرحنا بمطرح وبيكبر المشكل كمان مشان هيك بأي هدف عم نقوله إذا عم قوله مع شخص تحتالي يقدر يعليج لهالشخص الموضوع بيني وبين اللي مخين قمعه أو زعلاني كان بيهي منا خطيئة وإذا حكيتيها مع المعني بهدف إنه صلح الأمور كمان منا خطيئة نعم عنا أنجلو هدوان لبناني مقيم بسدنة بيشكرنا على البرنامج بيقول بدي أعرف رأي أبونا بكتاب ماريا سيمة سأل أحد الأباء وقال له إنه الكنيسة ما بتوافق بشكل سريح ما بتوافق بشكل سريح على هالكتوب وأبونا تاني أبونا تاني قال له إنه ما تآمن بهذه الأمور أوكي أنا بقال له كتاب ماريا سيمة هذا اختبار روحي اختبار روحي عشته هالمرة بينه وبين يسوع وهذا الاختبار الروحي كان مرافق من الكنيسة الكنيسة كانت مرافقته الكاردينال اللي كان هو مرافقة روحيا ومعين له كاهن مرشد يلي كان دايما يتابع خطواته معناتها هالمرة من نعيش عراسة ومعناتها اختبار الروحي عشته بقلب الكنيسة ونقلت نياب هالكتاب وكان فيه كراد لي ومطرين وكهنة يستشروها وكانوا يحكم معه ويصهروا على روحانيتها معناتها انا بقول له يقرأ هالكتاب ويقامن بكل كلمة موجودة فيه وهذا كتاب بيحكي عن الانفص المطهرية ما فيه ولا غلطة بتمس العقيدة او الايمان وهالمرة بتنقلنا اختباره مع هنفوس مشان هيك على العميان يقرأ تب ليه بيسأل انه ليه التعليم بتختلف من ابونا لاخر لانه فيه اباق ما هيدك دائما بنقوله نحنا فيه اباق بينقلوا رأيهم الخاص اختبارهم نعم ما بيعرفوا يكون مجردين وانقل بتجرد الكنيسة شو بتايمان بغينا فيه اشخاص عندهم احكام مسبقة على بعض العقائد للأسف على حسابهم طياروها يعني فيه عندك اشخاص ما بيقامنوا بالمطهر وبالصلاة لانفوس المطهرية انطلاقا من عدن ايمان وبس تقليه لو كتابي بيحقوا على الانفوس المطهرية حكما بيقليك شليه لا لان المطهر شايله من راسه او لان فيه اشخاص كمانا ما بقى يقامنوا بالعاطفة الايمانية صار كل شي عندهم عقل وبسيكولوجي وعلم معاوني كمانا مشان هيك لانه ساعة الكاهن ما بيكون امين على تعليم الكنيسة وفعلا هيك مستسلم شوية للروح الادوس يترك له نصفة مجال يحكي فيه نعم ناخد كمية اتصال علو 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 مساء الخير مساء النور تفضلي اول شي ما في عبر جرامي كنت عدتشينك كل مرة مجال نسأل سؤالات تفضلي عندي سؤال مهم مربوط روس نكر معرفته بيسوع بس ما نكر ايمانه بالله نكر معرفة الشخص نعم هلا وقتا انت بتوصل لمحل ما بتعود عارف ازا ربنا موجود يعني هيدا الدلام بينك وبين حالك بينك وبين ربنا نعم هيدا خطيه غير خطيه تموار بطرس لا قلبي لا 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 كل واحد يموقع اسمعي هيا الخطيه اللي عم تحكي عنا انه وصلت على مطرح صرت تشكي بوجود الله هون صارت الخط صارت التجربة اللي عم تقطع فيها تجربة إيمان. الله موجود مش موجود. الله بيحبني ما بيحبني حقيقة مش حقيقة فيه إدسين أطعفية حالا حكينا نحن مثل مربطرس موجود بين إدامة وإنجيل بس في إدسين أطعو بتجربة الإيمان بأله بس بدي منك شغلي تعاطي مع هالتجربة مثل ما تعاطوا الإدسين كانت الإدسي ترازيا الأفلية قطعت بمسألة شك بإيمانها بأله وصت على مطرسة تشك بوجوده تشك إذا فعلا صلاتي مظبوطة أو لا وصت على برودة بالصلاة رهيبة يعني صارت تصلي هيك من شفافة ما بقى تحس بس كانت تقل له شغلي ليسوع مش رغمها الإحساس اللي بيش على المسيطر علي تحكيه بحكي عقلي بس بقلبها مش حاسي شي لبل عندها رفض حتى لحقيقة وجود الله كانت تقل له رغم هالشعور السيء اللي عم بقطع فيه أنا بعرف شعورك تجاهي مغير بس عم بحكيك من عقلي أرجوك شيلني من هالتجربة شيلني من هالموقع يعني ما تخافي فهمي انه حتى لو قطعت بهالإحساس وبهالأفكار اللي بتوصك إلى الشك بجود الله الله ما بيتقفف مني وما انه بيزعل مني هاي دي طبيعتنا عم تتفاعل وطبيعتنا اللي ماشي وعم تنبش بس رجا خاص ما توقف عند حد الأفكار وتوقفي صلاتيك لو عم تصلي بشك وعم تصلي ببرودة روح عند يسوع وقلي لو نهيلي هالأزمة انت قادر تنقلني من موقع إلى موقع آخر وما تخليها الشعور يضل نسيطر عليه لأن بفرد وراح تشوف الرب كي بيغير لكيه بس عرافي ما بيزعل منيك وبتضلك غالية بنظره وبيعرف بالحال اللي عم تقطع فيها شو أسبابها نعم بقدرها عنا ماء من الأردن بتطلب الصلاة لعيلة ابنا بأمريكا حتى يلتقم الشمل مع أولاده ويريد تقدر تحكيك أبونا حتى تعرشوا الطريقة تتردون لبعضهم المسبحة تصلي المسبحة مسبحتين تصليهم مسبحة الرحمة الإلهية لقلب يسوع ومسبحة العذرة نعم وبتجيبهم من حيالة مطرح لمطرح مبدا بتوصلهم نعم تصلي هالمسبحتين كمين رح ناخد اتصال ألو بوسوار بوسوار ألا معكم تفضل ديس من حلقتين قلتوا عن اسم كتاب تفسير الكتاب المؤدس أو كنيسة قال للأبونا فيه عارف شو اسمه الكتاب تعليم المسيح تعليم المسيحة للكنيسة الكاثوليكية التعليم المسيحة للكنيسة الكاثوليكية التعليم هذا صدر على البابا يوحان أبوه ستاني يلي بيطرح فيه كل المواضيع اللي بتجي على راسك الدينية والاجتماعية والحياتية وبيعبر عن رأي الكنيسة فيها مشان هيك ساعة اللي بنختلف بالقراء رجع على هالكتاب بتعرف ما تفكر فيه الكنيسة نعم كمين بناخد اتصال ألو 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 مصور مصور تفضلي أبونا عندي بس سؤالان إذا أمكس تفضلي أول شيء أنه التغير من الطبيعة الأرديمة للطبيعة الجديدة ها بتصير بالروح الأدس نعم وبالنعمة نعم نعم هلأ قداش أنه هادي بتاخد وقت يعني في شيء اسمه نمو مع يسوع الوقت يسوع بيعرفو مع الديس دومينيك سافيو مات بعمر 16 سنة أخدت 16 سنة ومعمر أونطونيوس مات بعمر 90 سنة أخدت عمر 90 سنة هلأ هون شو بدك بالوقت أنت أنت فتحي للروح الأدس فتركي يشتغل فيك هي القصة الداب تفتحي قلبيك الداب الروح بصير فعل أكتر فيك والداب بتفتحي بقل قلبك بيكون الروح الأدس فاعل بأقل بقلبك مشان هاكي القصة قصة انفتاح القلب الداب نفتح قلبنا ومنسلم الله بحرية مطلقة أو الداب فوت مع الله بعلاقات مشترطة أنه اليوم هلأدي بقتنع معك بس تركلي هاو مشان هاكي يعطيه تسليم كل لروح الأدس بيكون التحويل كتير سريع نعم بعتذر من كل المشاهدين اللي نطرين على الخط بس مثل العاد الوقت بيركض بسرعة عندك سونيا من سيدني بتطلب منك الصلاة من أجل خي عماد فهو عصبي جدا وبيسب كتير بالصلاة وبالأدس أبونا في كتير نعاط مضطرة أنا مصرعي لجون ورح أجنه للأسبوع المقبل ويعطيك ألف عافية أبونا كوننا شديدي القساوة مع ضعفنا أمر يشعرنا بالذنب وبأن قيمة نفسنا ضعيفة وبأننا من دون نفع أما الله فيقول لنا كونوا رحماء كما أن أباكم رحيما لا تدينوا فلا تدانوا لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم أعفوا يعف عنكم فإذا كنت رحوما مع نقاط ضعف الشخصية عوض أن أكره نفسي بسبب أخطائي سأكون أشد فهما لنقاط ضعف الآخرين أيضا ولكن لنحذرن فهذا لا يعني عدم الاكتراس أمام أخطائنا والتصرف على هوانا بل هي طريقة لمعالجة نقاط ضعفنا ليس بقصوة وكراهية بل باعتبارها مساعدات تعلمنا الصبر والرحمة والتسامح والفهم لأنفسنا وللآخرين وبذلك نبدأ ببناء علاقات سليمة بالآخرين وبالله والله يعرف أخطائنا وهو يحبنا وسيهتم بها إذ ليس الزؤان ما يهتم الله بأمره بل ما يهمه هو القمح الذي سيجمع في حضيرته أما الزؤان والأعشاب فساد تحزم وترمى في النار مشاهدينا دائما المجد للرب بشكر متبعدكم بيتجدد موعدنا معكم الخميس المقبل فكونوا على الموعد الله معكم اشتركوا في القناة